اربعة واربعون يوما شهدت سلسلة من المشكلات والازمات وصنعت اقصر مدة لرئيس وزراء في بريطانيا ودفعت الاسترس للخروج من الباب الخلفي استقالت ترس واكدت انها ستبقى رئيسة للحكومة حتى انتخاب زعيم جديد للحزب ترس بررت استقالتها بانها لا تستطيع متابعة مهمها في ظل الظروف الحالية يبدو ان ترس تخلت عن سمعتها الطويلة تحت وطأة ضغوط كبيرة من داخل حزبها الحاكم الذي طالبها بالاستقالة فرئيسة الوزراء المستقيلة اصيبت بجروح بالغة من عدة ازمات متتالية ما ضرب مصدقيتها وبات عشرة في المئة فقط من الناخبين يوافقون على قيادتها للحكومة بينما عبر 80% من الناخبين البريطانيين عن وجهة نظر سلبية عن ترس وهي نتيجة اسوأ بكثير حتى من برس جونسون عندما استقال قبل اشهر لكن السيدة التي ربط كثيرون اسمها قبل اسابيع فقط بمارغريت شارشير المرأة الحاددية في السياسة البريطانية تولت منصبها وسط ظروف صعبة للغاية اذ توفيت الملكة اليزابيث الثانية في غضون ايام قليلة كما فاقم ملف الاشراف على انتقال السلطة الى الملك الجديد تشارلز الثالث التحديات الشائكة التي تواجه الحكومة بما في ذلك الحرب في اوكرانيا والتهديد الاسكتلندي بالانفصال فضلا عن ازمات الطاقة والتضخم الحادة تصرع ترس دفع حكومتها قبل اسابيع لعرض ميزانية مساغرة تتضمن تخفيضات ضربية وامتيازات للطبقات الاكثر ثراء ما حرك عصفة انتقادات تسبب في تراجع معدلات الاقتصاد ولم تستطع ترس التعاطي مع هذا الخطأ بشكل فعال واكتفت في النهاية باقالة وزير المالية بعد 38 يوما فقط في المنصب وتفاقمت ازمة الحكومة ورئيس الوزراء مع الاعلان عن استقالة وزيرة الداخلية بسبب خرق امني واضح يتعلق بارسل وثائق عبر بريدها الالكتروني استقالة ترس هي الخيار الامن لحزب المحافظين والذي يجنبهم من انتخابات عامة يمكن ان يخسرها بنسبة صاحقة في ضوء نتائج استطلاعات الرأي ويبقيه في الحكم عبر اغتيار رئيس وزراء جديد اشتركوا في القناة